بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب يا ربك كنت خير النهاردة ان شاء الله هشارك معكم اهم الحاجات اللي اتعلمتها في سنة عشرين اتنين وعشرين لعلها تفيد بعضكم ان شاء الله والعشر حاجات اللي هنتكلم النهاردة جماعة عليهم ان شاء الله هيكونوا مرتبين على حسب الاهمية الاهم في الاقل اهمية في الاقل اهمية في الاقل اهمية في الاقل اهمية في الله بينا على بركة الله بدون تضيع وقت بسم الله الرحمن الرحيم اول واهم حاجة شباب اتعلمتها في عشرين اتنين وعشرين وما قبلها كمان ولمست حرفين الاثر بتاعها بايدي وشفتوا بعنايها هي اهمية العلم العلم مهم جدا جدا ليك وللمجتمع اللي حواليك والاهلك والكل الناس اللي تعرفهم اصلا ويا اصدقائي احباب لكن خدعوا ببعض الامثال اللي حوالينا دايما يا جماعة بيتصدر ليك ولدماغك افكار معينة اللي هو العالم دايما مضتهض والعالم دايما وحش والعالم دايما فقير والعالم دايما مش حلو في المجتمع والعالم دايما الناس مش بتحبه والامثال الانكحة من العلماء اللي احنا عارفينهم يا شباب واخبارهم بتوصلين اول باول زي مسلا دكتور ماكد يعقوب عددهم قليل جدا جدا تعرف كمعالم يعني من اول متولاد فدايما هتسمع مسلا ان فلان ده اتخرج من كله الطب واشتغل بعد كده بالمجلسطير والدكتوراه وفي الاخر بيقض مسلا الفين تلات تالف جنيه فبنت اصلا مدخلتش جوا حياته ومتعرفش هو حياته عامل ازاي حياتنا بتكون يا جماعة دايرة كاملة العلم دا جزء منها بقت بارة لو مش ناجح العلم دا مش هينجح وقدين بالكو لازم تكون البيئة مهيئة وعمل النجاح مرصوصة بشكل كويس جدا جدا عشان يظهر العلم دا ويظهر النجاح بتاع العالم فمن تحكمش على حد ابدا ابدا بالمظاهر ومتخليش الامثالة القليلة اللي موجودة من العلماء الناجحين والامثالة الكتيرة جدا 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 من التافهين والصفهاء ما تخليش الفرق البشر دا يأثر عليك ويخليك تكره العلم اوعى انا هضرب لك مثالين على اهمية وقوة العلم المثال الاول هو مثال فردي بيدل على اهمية العلم بالنسبة للشخص صديق لي يا شباب مدرس رياضيات سافر دبي قريب علشان يشتغل هناك ربنا يا كريمه يا رب وارزقه من حلال بالواسع كنا بنتكلم قريب فكان بيحكي لي انه هو يعرف دكتور معين الدكتور دا اتخرج من كلية طبية في مصر عادي جدا بعد كده سافر على انجلترا هناك بقى اعمل المعادلة والماجستير والدكتوراه وحي كزا وخلاص بقى استاذ دكتور في مجاله يعني مثلا مسلا اللي هو دكتور اشعع فخلاص بقى استاذ في مجاله يعني ايه استاذ يعني اخذ الدكتوراه تمام؟ الدكتور دا يا شباب لما راح دبي عشان يشتغل هناك اتعين رئيس لقسم التخصص بتاعه في المستشفى دي والراتب بتاعه انت مش هتتخيله اصلا يعني انت احلم كده بقى يا رقم الراتب بتاعه هناك مئة الف درهم يعني لو دربت بالمصري يعمله حوالي تمنمية تسعمية الف دا غير بقى الزيادات والحوافز والعمالات والكلام دا كله عارف انك هتقول ان الامثالة قلالين وعددهم في العالم كله محدود انا عارف دا كويس لكن انت مش شايف كل الناس ومش شايف كل العدد يمكن انت تكون واحد منهم لأ فالعلم جماعة مش ضعف والعلم مش بيجيب الفق ومش دايما العالم فقير ربنا سبحانه وتعالى بيحب الرجل الغني والرجل العالم وده ما اسموح في الدنيا عادي جدا وحلال مفيش حاجة اسمها انا غني فانا شرير او انا مثلا اوحش خالص مثال تاني يا شباب يوضح بقى اثر العلم على دولة معينة كنت لسه بسمع وثائقه قريب جدا عن سنغافورة او سنجابور دي دولة شباب كانت متحدة مع دولة تانية وفاجأ كده هب دبل كيك اتقسموا دي كانت حرفين اطمت وسط بالنسبة لهم حاليا يا شباب سنغافورة هي اكتر دولة فيها مليونيرات في العالم واغنى دولة واكتر عيشة مرفهة ومنزهة في العالم كله ليه بقى؟ اعتمدوا شباب على الزكاء واعتمدوا على العلم اقتصاد يا جماعة سنغافورة قام على شركات الاتصالات والمعلومات وشركات الانترنت والبرمجة وهكذا فالعلم قوى والعلم بيجيب فلوس والعلم بيقوي الاقتصاد والعلم بيقويك انت كبشر يفتح دماغك على افاق اللي موجودة حولك ويخليك قوي علميا وفكريا وتقدر تجادل واتلاقش اي حد في اي وقت انت عايزه لو انت على علم بمسألة جدلية هو بيقولها وطبعا كل ده انا بتكلم على فضل العلم في الدنيا طب انا اصلا لسه ما تكلمتش على فضل العلم في الاخرة طب هل تعرف ان في حديث عن الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم طيب هل قبل كده سمعت قول ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عبابه العلماء فالعلم جماعة مهمة في الدنيا وفي الاخرة اوعى تحتكر العلم طيب ضروري تسمع الفيديو للاخر عشان ان قات شباب مربطها ببعضها وموصلها لبعضها ثاني حاجة شباب قال وهي ضرورة الجمع بين المهارة والعلم بص يا سيدي انا مؤمن جدا جدا بما قولها شفتها قبل كده وبحبها جدا وعيش بيها طول حياتي كلما زادت وارتفعت مهاراتك كلما زاد احتياج العالم ليك وكلما قلت مهاراتك كلما زاد احتياجك انت للعالم كلما بقيت حد موهوب وعندك مهارات كتير وبتعرف تشتغل وتوزع وقتك على حاجات كتير بتعملها كلما العالم هيحتاج لك فتكون انت اقوى في كل حاجة حرفيا اما لو انت ضعيف ما عندكش اي مهارات عايش كده وزي كل الناس هيبقى احتياجك انت للعالم كله احنا انتفقنا يا شباب ان العلم لا مفر منه يعني يا شباب ما ينفعش مثلا حد يقولي انا مثلا هتعلم برمجة واشتغل برو جرامر وخلاص كده خلصنا ومش هتعلم بقى هخرج بالتعليم لا لا انا ضد المبدأ ده اتعلم واخد الشهادة واركنها بس تبقى موجودة لكن ما تكنسلش العلم وتقولي هبقى كذا لا خالص اتعلم الاول ومع العلم ده طور مهارتك في حتة تانية اللي سكيل بقى يا شباب هي البومبونية بقى دي كده اللي هتحل حياتك دي اللي هتجيبلك فلوس وهنيجي الفلوس كمان شوية اسمع بس الفيديو للاخر ولا تعارض تماما بين كلها صعبة والمهارة اللي هتكسبها والشغل جنب الكلية فيش اي تعارض والعبد لله مساء على كده انا في خمسة طب بشري والكل اللي بتشوفوا عندي على السوشيال ميديا انا بشارك فيه عادي جدا وفيه وقت بفضل الله وربنا بيكرم واعيز اقولك ان المنتير مثلا بتاع الفيديوهات بتاعات خمسة بايو هو صديق الدكتور مهر بكر ده اللي بيمنتج منتير هو في طب خد بقى دي كمان الماركتينج مانيتجر اللي هو ماسك الماركتينج في الميديا بتاعتي كلها هو مش مهندس مؤمن ده اصلا خريج هندسة عادي جدا طب خد دي كمان بقى الديزاينرز اللي بيعملوا السامب نيلز اللي بتشوفوها على القناة وعلى السوشيال ميديا هم اصلا طلبت هندسة انت متخيل اللي بيشارك في تحضير الكتاب بتاعي ده كاترة عادي جدا يا شباب وعايز اقولك على الحاجات اللي انا بعرف عاملها في حياتي بشكل عام عشان برضو يمكن يكون ده حافز ليك اول حاجة انا الحمد لله في طب بشري بذاكر وبكتهد وبحب العلم جدا وبحب الطب قوي 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 احسن من اي حاجة في حياتي حرفيا وعندي سكيلز تانية زي ايه زي الرايتنج مثلا بعرف اكتب سكريبتات الفيديو اللي انت بتسمعه ده عبارة عن سكريبت مكتوب تمام تاني حاجة مثلا التصوير بعرف اصور وبامسك الكاميرا واعرف اصور فيديوهات كويسة جدا بطلع كواليتي 4K محترمة جدا جدا انت بتتفرج على الفيديو ده 4K بعرف ازبط اعدادات الصوت بعرف امسك المايك وزبط الاعدادات بتاعته كويس جدا جدا اتعلمت ازبط الاضاءة في المكان حواليه وانا بصور فانت بتشوف الصورة محترمة كمان بفضل الله اي حاجة عاوز اوصلها للناس بعرف اشرحها كويس جدا جدا الصبورة هي عادي جدا ايوان عارف ان فيك جزء من الشرح مهيبة لكن جزء كبير جدا جدا بيجي بالتعلم والتمرس بعرف امانتج ممكن اشتغل مونتير بعرف اعمل ديزاينز على الفوتوشوب عادي جدا حاليا بتعلم تجارة وبزنس وان شاء الله بعد كده يبقى ليه خبرة كبيرة في البزنس والتجارة ونفتح بزنس بعد كده مهاراتك لما تتعدد هتلاقي نفسك دايما عندك شغل لو اي حاجة واقفت هتلاقي نفسك عندك شغل بديل مفيش كلام طيب مميزات انك تشتغل جنب الكل هي ايه او الحاجة تستقل ماديا هيبع معك فلوس مش هتاخد مصروف تاني من والدك او والدتك وحاليا الاعباء بقت صعبة جدا جدا عليهم فانا شايف ان اي شاب اي شاب لازم يدور على شغل لازم تشتغل اي حاجة لو بميت جنيه بس انت بيتجيب فلوس بنفسك وان شاء الله بعد كده لما تتطور واتطور مهاراتك هتجيب اكتر واكتر واكتر تاني حاجة كده لما تشتغل تبدأ تحس كده بكيننتك وبمسئولية كده انك راجل فعلا على فكرة برضو البنات بتشتغل عادي جدا انا معاي بتيم كله بنات اصلا معظمه يعني مش كله فلما تشتغل هتحس باحساس لزيز اوي 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 اللي هو انا بعمل حاجة في حياتي انا مش مش نكره في الدنيا ما تنساش كلما زادت مهاراتك زاد احتياج العالم ليك كلما قلت مهاراتك زاد احتياجك انت للعالم ما تنساش ما تنساش طالت حاجة الا وهي ضرورة وجود الهدف ثانية واحدة بس هجيب حاجة وارجعلكم بصوا يا شباب انا دايما دايما لا تفارقني هذه النوت او تلك النوتة وتلك النوتة الاخرى على فكرة دي كنت اخدها من يوتيوب بوباب كايرو اللي كان في الكوهرة كده من سهتين ثلاثة معلنها يعني ده يعني عزيزة على قلب جدا جدا غالي عليها قوي المهم يا شباب ان النوت دي انا بكتب فيها الاهداف بتاع السنة كل سنة يعني كل بداية السنة كده بكتب اهدافي فيها دي يا شباب بكتبها الحاجات اللي انا بتعلمها مثلا مثلا بسمع بودكاست مثلا مثلا سمعت فيديو لمحمد ايمن فيديو الفلان فالحاجة اللي انا بتعلمها بكتبها عشان ما انساهاش تتعلمت مثلا مقول اللي هي كل ما زادت مهاراتك زاد احتياج العالم ليك فانا كتبتها هنا لأول مرة عشان كده عارفت اقولها لك دلوقتي اما ان لو سمعتها وما كتبتهاش هنساها صح ولا ايه الشاهد بقى يا شباب ان دايما دايما لازم يكون عندك هدف يحركك ما ينفعش حضرتك تكون عاش كده وخلاص ان لواء انا بذكر طب وبعدين كده هو خلاص انا هنجح وخلاص طب وبعدين نبدأ بعدا ما تنجح يعني ايه الهدف اللي بيحركك ايه الحاجة اللي لما توقع وما تبقاش عارف تكمل هي اللي هتحركك وتزوءك بعد كده ايه اللي هيديك بوش في حياتك اصلا الاهداف بتاعت حضرتك اكيد الاهداف فانت بلا هدف ميت حط اهدافك كويس جدا بانتظام طيب رابعا يا شباب انت بدون التوفيق لا تسوى اي شيء ما تسوىش نكلة حرفيا لو ربنا ما رزقكش التوفيق في حياتك بشكل عام يا شباب ايه حاجة احنا بنس عليها لازم تكون مقترنة دايما كده بالقرب من الله والله يا شباب اشهد الله اني لم اجد سعادة وراحة نفسية وكل شيء جميل الا في كنف الله وبالقرب من الله سبحانه وتعالى فدايما حاول تقرب واذا سألك عبادي عني فاني قريبا اجيبه دعوات الداعي اذا دعا ادعي بس انت بس انت ادعي في اول سنة عام عشرين تلاتة وعشرين كنت بنزل سناتر يومين وربعة عبدا اتنين وثلات فكنت بشتغل يوم الاتنين تلات سناتر كتير جدا جدا عشر ساعات والنهار ويوم التلات انام ساعتين وكمل تاني فبعد اول سنة ويوم التلات كنت خلاص باموت حرفيا مش قادر اقف على رجليه اصلا ولا قادر اتكلم مش قادر اعمل اي حاجة حرفيا قمت توضيت وصلت ركعتين وقلت يا رب قويني يا رب رزقني القوة من عندك والله العظيم يا شباب اشتغلت حصتين من اروع الحصتين اللي في حياتي بعد ما دعت الدعوة دي فربنا لو جنبك انسى ان اي حاجة تبقى صعبة طيب خمس حاجة يا شباب قبل بس ما نبعد عن مودي الشغل شوية كده عايز اقول لحضرتك ان خدعوك فقالوا الفلوس مش كل حاجة خدعوك فقالوا خلي بالك الفلوس يا جماعة مش كل حاجة في الحياة اه والفلوس يا جماعة مش بتعمل راحة نفسية بس يا شباب الفلوس هي وسيلة لحاجات كتير حاجات كتير بتجلب الراحة النفسية هتساعدك في كل حاجة لو انت عيان هتتعالج لو انت ما عندكش بيت هتجيب بيت لو انت نفسك في حاجة هتشتريها لو اي حلال عادي جدا يا شباب دايما بتصور لنا شباب في المسلسلات ان هو الرجل اللي معاه فلوس كتير ده ده رجل شرير وان هو رجل وحش والراجل الغني ده هو الراجل البعبة بتاع المسلسل صح؟ بس شباب ده غلط تماماً سيدنا عثماني بن عرفاني شباب كان ملياردير الصحابة ده كان غني جداً جداً ما شاء الله فلاق يا شباب ربنا بيحب الراجل الغني عادي جداً هتعمل خير أكتر هتساهم في الخير أكتر في الدنيا فالفلوس مهمة اشتغل عشان تجيبها ولما تجيبها هتحافظ عليها ولما تحافظ عليها تكترها أكتر وأكتر وأكتر عادي جداً بس استعملها في الخير فيما يرضي الله فسادس حاجة شباب أنا حصل لي السنة اللي فاتت كده موقفين تقال جداً 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 علي وكانوا يعني حرفياً أصعب موقفين عدوا علي خلال السنة ولي متابعك وياسها بقعارف الأزمات اللي أنا بمر بيها ساعات بشير بعض الحاجات يعني كده على انستجرام اللينك في الديسكريبشن تحت الفيديو وعمل لي فالو هناك فالموقف الصعب اللي حصلت لي يا شباب أنا تخططها الحمد لله بسهولة بعد كده وأنا دايماً مؤمن بما قولت تبات نار تصبح رماد مهما كان الموضوع سيء وقذر وملعبك يعني بس سنت صلى ركعتين ونقام وإن شاء الله تقوم كده تلاقي ربنا مريح بالك ومهدي سرك كده وتعرف تتعامل فنصيح تليك بقى اتعلم تقوم بسرعة بعد أي صدمة أو أي ضربة في حياتك أو أي موقف صعب يعني قوم بسرعة ما تاخدش وقت كتير في التفكير توكل على ربنا سبحانه وتعالى واكتهد وقوم اشتغل وإن شاء الله ربنا هوفقك وبالله العظم يا شباب ده مش كلام خلص الشغل يا شباب بيعالج كل الكسور اللي في حياتك بشكل عام مشكلتك إنك فاضي مشكلتك إنك مش بتشتغل اشغل وقتك بأي حاجة مفيدة هتنسى كل الهبل اللي حصل في حياتك ده وعن تجربة يا شباب نتائج الشغل الحلوة بتمحي كل الأوجاع اللي حصلت في أي حاجة في حياتك فاكتهت كويس واشتغل وذاكر كويس عشان لما تنجح إن شاء الله هتنسى الموقف الصعبة اللي حصلت لك في حياتك طيب بعد كده شباب رقم سبعة وديت رسالة مني ديك كده عشان لو أنت مثلا كنت عاوز تعمل حاجة في حياتك وحد أحبطك أو حد قال لك كلمة مش بسطك أو حد قال لك كلمة مع الجزاك عايز أقول لك إن اللي عاوز يوصل لحاجة بيوصلها إن شاء الله يا شباب وإحنا جماعة دلوقتي الحمد لله في زمن بتاع السوشيال ميديا أيوة عارف إن في عيوب كتيرة جدا للسوشيال ميديا بس أقول لك على حاجة الوصول يا جماعة في الفترة الحالية بقى سهل جدا لو أنت عندك أي كونتنت وأي محتوى تعليمي أو أي حاجة كويسة مفيدة تطلع تقولها للناس اطلع قولها للناس يا عمي تيك توك ما بقاش يخلي حد بحتاج حاجة الشهرة بقت مش مصاروخ خلاص بس تطلع تتكلم في حاجة مفيدة مش ترقص ها أنا بقى بنصاحك يعني فتفتكر كويس إحنا في زمن الوصول فيه مش صعب الوصول فيه إن شاء الله سهل بس إنت تسعى وتكتهي تامن حاجة شبابه دي نصحة من قلبي من أعماق أعماق قلبي شبابه عن تجرب كتير جدا جدا في حياتي يعني قلبي بيرفرف دلوقتي لا تبالي لكلام الناس اوعى اوعى تسمع كلام حدي اوعى تسمع هم بيقولوا إيه عنك اوعى يعني مثلا مثلا يا بنات مثلا واحدة جاءت قابت لك والله إحنا كنا عاديين في قاعدة معينا كده وإحنا نمينا عليك واختبناك وقلن الحاجات وحشة ما تسعيش أبدا وإنت كمان إنك تدور هم قالوا إيه خالص مش هستفيد حاجة مش هستفيد حاجة بل هتنكد بل هزعل بل حياتي هتتأثر بالسلم ما أنا ممكن أصلا لأخرق كل دول من حياتي وخلصنا فاهمين حاجة شباب فما حدش يبالي الكلام الناس أبدا 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 اللي بنغص عليك عيشتك وبدايئك اقطع علاقتك دي عادي كلمت مرة واثنين وعشرة وعاتبت مرة واثنين وعشرين خلاص اقطع علاقتك بي مش مشكلة مش هكامل معاك يا عم الحياة جماعة أثر من كده بكتير قول الله كل اللي يهمك في الدنيا رضى ربنا سبحانه وتعالى رضى أبوك ومك ومصلحتك بس وإيه ومصلحتك أنت قبل مصلحة الناس وقبل مصلحة صحابك واللي يقول لك غير كده بيكتب عليك بيهضص احنا جماعة مفطورين على حب الحاجات دي بسم الله الرحمن الرحيم زينا للناس يحب الشباة من النساء والبنينة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعين والحرث فأنت مفطور على حب ده ميجيش حد يقنعك أنه بيحب لك الخير أكثر من نفسه مفيش حاجة اسمها كده يا شباب فحب الخير لنفسك الأول بعد كده لما تبقى أنت في خير وزي على الخير ده بقى على اللي حواليك تاسعني يا شباب جملة عجبتني جدا جدا بتقول الحياة أكثر من أن تقصرها يعني ايه الكلام ده يعني يمكن مثلا إحنا لسه أشبال يا جماعة وصغيرين كده والواحد لسه نفكر نفسه وعيل بس أنا مثلا دلوقتي خلصت 23 سنة ودخلف 24 سنة أوروبي عندي 23 سنة النهاردة كام واحد واحد فأنا كده عندي 23 سنة وكام و18 يوم أو 19 يوم حاجة كده يعني و19 يوم بالزبط فلو أنا مثلا ربنا قدر لي وهعيش ستين سنة فأنا كده عشت أكتر من تلت عمري طب أنا عملت إيه في حياتي طب أنا ما رحتش في حتة لسه لسه ما خلفتش لسه ما اتجوزتش لسه ما جبتش آآ ناس ليينفع الناس بعد كده لسه ما عملتش حاجة واو بالنسبة للناس لسه الأثر اللي أنا عاوز أعمله ما وصلتش لعشر دلوقتي فإيه ده طيب ما عدى تلت عمري وبعد 40 العزمة بتقل طب فهم فهيحصل الحاجات يا جماعة كتير جدا جدا في حياتكم كده تحسسكم إن الحياة قصيرة جدا فمش مستهلة إنك تأثرها يعني إيه بقى الكلام ده يعني حضرتك مش مستهلة إنك تضيع حياتك مع حد مش بيحبك تضيع حياتك مع حد مش مهتمة أصلا بمصلحتك تضيع حياتك في إخناقات أو جدال أو مناقشات مالهاش لازمة تضيع حياتك على السوشيال ميديا تضيع حياتك في الاهتمام ومتابعة تفاصيل الناس مزيفة مش حقيقية تقول أنت مش مستفيد إلا الحصرة والندمة عشان ما عندكش اللي عندهم تضيع حياتك في عدقات ومشاكل مع ناس أنت بتختلقها أو هم بيختلقوها وأنت بتتوحهم وبتكمل معاهم إنسى كل الكلام ده الحياة أكثر من كده ركز مع نفسك وبس ركز في مستقبلك وبس ركز في رد ربنا وبس ركز في مصلحتك وبس ركز في مصلحت اللي حواليك وبس ركز إنك تسيب أثر وبس لكن مشاكل وإخناقات وعدقات انسى كل الكلام ده فاكس خرجهم أصلا يلا مع السلامة لا تبالي لقصة لا تهمك حاجة ملاكش علاقة بيها ما تفكرش فيها أصلا ما تبصش علىها أصلا ما تقفش تسمعها عشرا يا شباب وأخيرا والحمد لله إن احنا وصلنا على الحد هنا المقارنة يا شباب المقارنة والله 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 العظيم القاتلة اوعى تكرن نفسك بأي حد انت حياتك مش زي حياة حد ظروفك مش زي ظروف حد وأنا قلت الكلام ده كتير جدا 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 بس برضو الناس لسه بتكرن نفسها ببعضها اوعى تعمل كده أبدا 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 يا شباب ما نوقعش نفسنا في المقارنات مع أي حد نعرفه خالص مهما كان ناجح قرن نفسك بنفسك مبارح وقرن نفسك بكرة بنفسك النهاردة أنا النهاردة أحسن من مبارح أنا بكرة هنجز أكتر من النهاردة وهكذا عشان تنجح وتتطور لكن ما تقرنش نفسك بحد تاني مش هيفيد المقارنات دي يا جماعة في حاجة لكن هتحط عليك أعباء أكتر من اللي المفروض أنت تشيلها طب يا دكتور اعمل ايه يعني ماهم كلهم يفتح الميديا بيجولي على الفيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيكتوك حبيبي فيها جماعة حاجة اسمها أنفولو كان زمان يا جماعة لما حد عايز تخلص من حد مثلا بيعمل أي حاجة بيسافر بيهرب أي حاجة لكن انت النهاردة كل مقارناتك على السوشيال ميديا أصلا فبكل بساطة اعمل أنفولو للشخص دك أو للأنثة دي عادي جدا يا جماعة خرجها من حياتك بشكل عام ما تشوفهاش كتير هتنساها عادي زي ايه حاجة بتتنسي فقوعو تقاردو نفسكو بحد يا شباب أتمنى يكون الكلام ده النهاردة مفيد بالنسبة لكم وإن شاء الله 23 تكون سنة أجمل علينا ويحصل فيها كل خير إن شاء الله وما تبقاش سنة بنفقد فيها أي حد تاني عشان الفقد موجع جدا 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 اللي أرحمه وتوفى في 2022 ادعولو جماعة بالرحمة إن شاء الله تكون سنة سايلة علينا ونحقق فيها كل منا تمنى نشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي وأنا أكيد أكيد بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته